اشتركوا في القناة على معظم مناطق الوطن مع تشكل بعض السحب العابرة على المناطق الشمالية نمر وإياكم مباشرة نقول لصورة القمر لاستناعي التي توضح نتشكل بعض السحب الخفيفة على المناطق الشمالية للوطن صفأ واستقرار يميز مناطق الشمالية والوسطى للصحراء مع تشكل بعض السحب الخفيفة على أقصى الجنوب حالة التقسى المتوقعة لهذه الليلة مشاهدين استكون الأجواء بإذن الله سافية ومستقرة وذلك بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية وجميع المرتفعات الداخلية أجواء مغشت على المناطق الشمالية الوسطى والغربية للوطن فيما تبقى دائما الأوضاع مستقرة وصفية على جميع المناطق الشمالية والوسطى للصحراء وصولا إلى أقصى الجنوب درجات الحرارة المسجلة لهذه الليلة مشاهدين الكرام ستصل إلى 22 درجة بالجزيرة العاصمة 18 درجة على عنا بات 23 درجة بوهران 24 درجة بالنسبة لبات 28 درجة على الجلفة 27 درجة بالبيت 38 درجة على الوادي وورقل 36 درجة بغردية 35 درجة سجلناها على بشر 39 درجة بيتندو 32 درجة بالنسبة لأدرار واعي صالح 37 درجة بإليزي 27 درجة بيتامان رست أما عن أوضاع الجو المرتقبة لصبيحة الغتس تكون الأوضاع بإذن الله مشمسة وربيعية وذلك على المناطق الشمالية الوسطى للوطن وحتى المناطق الشرقية وصولا إلى جميع المرتفعات الداخلية للوطن تشكل بعض السحب الجزئية على المناطق الشمالية الشرقية للوطن تبقى دائما الأجواء مشاهدين مشمسة وصافية على المناطق الشمالية للصحراء وصولا إلى منطقة الصورة وحتى على المناطق الوسطى للصحراء وأقصى الوطن مع تشكل بعض السحب الخفيفة درجة الحارة المسجلة لصبيحة الغتس تصل بإذن الله إلى 25 درجة بكل من الجزيرة العاصمة وعنبس 23 درجة على وهران 28 درجة سجلناها على بيتنا 30 درجة بكل من الجلفة والبيت 35 درجة بكل من الوادي وإليزي 34 درجة على غردية 33 درجة ببشر 29 درجة بيتندو 36 درجة على أدرار 29 درجة بيتامان راسة عن الملاحة والصيد البحري لهذه الليلة وحتى لصبيحة الغد مشاهدين البحر بإذن الله سيكون هادئ إلى محتدل وذلك على السواحل الغربية وحتى الوسطى وفق رياح تكون محتدلة مختلفة لاتجاه تصل سرعتها من 4 إلى 7 كم في ساعة معنى السواحل الشرقية البحر سيكون من هادئ إلى قليل للتراب وفق رياح شمالية شرقية تصل سرعتها من 4 إلى 22 كم في الساعة كالمحتد نختموا إياكم نشرتنا الجوية بالمعلومات الفلكية الخاصة بشروق وغروب الشمس بالجزي العاصمة وضوحيحة الشروق سيكون في حدود الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة أما الغروب بإذن الله سيكون على الساعة السابعة وسبعين وخمسين دقيقة كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقس لهذه الليلة وحتى صبحت الغد تقل لكم على طبي المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة